وطالما اتكلمت عن جماهير النادي الاهلي لازم اشيد بدور جماهير النادي الاهلي الفترة دي اللي زادوا عياء جدا 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 من اين؟ من اللي بنشوفه على مواقع التواصل الابتماعي والمواقع اللي لو مشينا وراها هنلاقي 99.9% من اللي بتحطوا المواقع دي علشان تصير البلبلة لان يا شايفة النادي الاهلي شغال كويس وماشي في سكته كويس فعايز يعملك اي حاجة تعطلك عايز يعملك اي حاجة تعطلك هو مش فرق معاه انما اللي فرق معاه ايه؟ ان انت ما تكملش ومتاخدش الدوري ان انت ما تكملش ومتاخدش الدوري ما شايفك ماشي زي السروق بسم الله ما شاء الله وخلاص راجع لمكانك طب اعمل ايه؟ ابتدي بقى الاشعات اللي احنا بنعملها كل سنة او اللي احنا بنشوفها كل سنة يعني لو بصنا على الاشعات اللي ايه شغالة بقالها شهر وشوية ولا شهرين وشوية عشان توقف النادي الاهلي سواء كان في بطولة افريقيا اللي احنا خدناها الحمد لله رب العالمين وكمان لما رجعنا لبطولة الدوري تلاقي ايه؟ كل يوم والتاني تلاقي واحد ماشي من لعيبة النادي الاهلي تلاقي واحد ماشي يعني طاهر فجينا بانه بلعب في حتة تانية احمد عبدالقادر مرة في تركيا وفجينا بيه مرة تانية في روسيا وراحوا وخلاص وحيوقعوا وكمان في لعيبة جديدة خلاص تقريبا تقريبا ووقعوا وجايين للنادي الاهلي لو حسبتوا اللعيبة دي حتى اكتر من 30-40 لعيب اكتر من 30-40 لعيب اذا كانت هي الايمة الوحدها كلها على بعض 30 لعيب يعني لو بصنا على الاخبار وشفت اللعيبة اللي ماشية واللعيبة اللي جاية ده النادي الاهلي دي حيقايد دول منين وحيقايدهم فيه والترشحات دي كلها بنان على ايه اللعيبة اللي حتنضم للنادي الاهلي ده بنان على ايه يعني خلى الواحد يشك كل يوم والتاني لعيب جديد جاي كل يوم والتاني لعيب جديد ماشي لعيب جديد ماشي والغريبة مش الغريبة بقى ان ربنا يغزلهم معظم اللعيبة اللي كتبوا عليهم ان هما مشوا ان مستر كولر مش عايزهم وان هما جالهم عروس في حتة تانية وخلاص ميسافرين وخلاص النادي اللي هيسيبهم رجعوا لعبه تاني رجعوا لعبه تاني وفي منهم ناس أباية أساسية في التيم فجماهير النادي الأهلي وعية جدا 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 مهي ماشي غير حاجة واحدة بس الفترة دي انها تفضل ورا فرقتها ودايما جماهير النادي الأهلي ورانا في كل حت ورانا على طول وسبكوا بقى من الإشاعات سبكوا من الإشاعات الإشاعات دي اللي عايزة تدوس شوية على لعبة النادي الأهلي وتسير البلبلة والشكوك وما تخلكش ماشي في الاتجاه اللي انت رايح فيه اللي هو اتجاه المكسب أي واحد وكل واحد بيكتب بمزاجه أي واحد حتى في بعض الإعلاميين للأسف يأكد لك ان ده ماشي وده جاي وده ماشي وده وقع واللي ماشيه نفوج بيوم في الملعب أي وكيل دلوقتي أو أي وسيط أو حد معين عايز يسيط لعيب معين ويلقي عليه الضوء لازم يربط اسمه بالنادي الأهلي لازم يربط اسمه بالنادي الأهلي ليه؟ عشان نسوق اللعيب من جانب الوكيل من جانب النادي من جانب أي مسؤولين نمحنا في النادي الأهلي أو إعلام النادي الأهلي والجهز الفني وإدارة النادي ما فيش أي معلومة خالص يعني تخيل كده حضرتك أن إدارة النادي الأهلي ومسر ومارسل كولر يعرفوا أن فيه لعيب انضم للنادي الأهلي من خلال مواقع التواصل ده إيه دي؟ ده تطور جديد في الأخبار المزيفة أي حاجة دلوقتي بتتربط بالنادي الأهلي أي مشكلة هو عايز يصدر لك مشاكل وخلاص في وسط لعبتك عايز يعمل مشكلة في وسط لعبتك ده متعودين عليها على طول على فكر ده متعودين عليها على طول من مثلا من 40 سنة مثلا أو 30 سنة أو أكتر من كده كمان لما البعض بيلاقي إن النادي الأهلي ماشي في سكته والعملية ماشية والحمد الله رب العالمين والنادي الأهلي راجع تاني لما كانه الطبيعي تبدأ بقى الأخبار اللي هي زي دي ما عايز يوقفك بأي طريقة عايز يوقفك بأي طريقة جماهير النادي الأهلي ما بيدحكش عليها جماهير النادي الأهلي دايما وقفة مع لعبتها وقفة مع نديها بتعرف تفرق بين الأخبار المغرضة اللي عايز توقف اللي عايز تهد اللي عايز تسير الشكوك اللي عايز تعمل بلبلة وسط لعبت الفريق وبين الأخبار الصح الأخبار الصح الأخبار الصح النادي الأهلي بيعرف يطلعها عن طريق الطرق الشرعية مش محتاجة ان النادي الاهلي يسرب خبر لموقع معين او جريدة معينة علشان يقولك ان النادي الاهلي حيجيب اللعيب الفلان طب النادي الاهلي لو فيه حاجة زي كده وده اللي احنا تعودنا عليه على طول النادي الاهلي لما بيخلص العيب يقول انا جبت اللعيب الفلان انا جبت اللعيب الفلان تطلع بقى الاشاعات واللي يقول لك مش عارف مين جاي من نادي ايه ومين جاي من نادي عربي والنادي الاهلي حيستغنى عن كذا ولا الهوى كلام ده تسمعه أو تشوفه أو تقرأه وتطلعه بره خالص غير لما تسمع أو تشوف بيان للنادي الاهلي بيقول لك انه حيجي كذا وكذا وكذا بس ده اللي احنا تعودنا عليه النادي الاهلي مش زي اي فريق او مش زي اي نادي مش زي اي نادي فيه ادارة قوية فيه لويح وبنود بتحكم فيه حاجة بتحكمنا كلنا بما فيهم بما فيهم الجماهير ان المنظومة دي مش اي منظومة وخلاص المنظومة منظومة النادي الاهلي مش اي منظومة لا فيه قصص فيه مبادئ وكله بيمشي عليها وكلها في الاخر عشان حاجة واحدة بس مصلحة النادي الاهلي كلام مكرر ودايما يتقال بس عشان تعرفه دايما الفرق بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني وإحنا كجماهير عارفين الكلام ده كويس وعارفين ان الفترة دي بيتقال كلام كتير عشان حاجة واحدة بس توقف النادي الاهلي توقف النادي الاهلي عن مسيرته اللي هو ماشي فيها كويس اشتركوا في القناة